شارك سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة في أعمال النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية تحت شعار تحويل التحديات لحلول المستدامة من خلال السياسات الصناعية وقد شارك سعادة الوزير خلال أعمال المنتدى في اجتماعات الطاولة الوزارية المستديرة مع عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وقيادات التحول الصناعي حول العالم كما حضر في جلسات حوارية حول سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة وأبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات وأحدث التقنيات الرقمية في التصنيع ومنها الذكاء الاصطناعي كما شارك سعادته كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية بعنوان السياسات قيد التنفيذ في غربي آسيا رؤى مستمدة من تقرير التنمية الصناعية لعام 2024 وقد شاركت الوزارة في المعرض المصاحب للمنتدى حيث تم استعراض أبرز منجزات المملكة في القطاع الصناعي والمبادرات والجهود الرامية إلى توطين الصناعات الواعدة وتطوير الابتكار والابداع في القطاع ترجمة نانسي قنقر